مساء النور ياسر مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي وقف تلفزيون النهار على حادثة اختفاء التلميذ براك عمر من بلدية عين كرموس بيتيارت والذي مر على غيابه نحو أسبوع حيث ورغم البحث المتواصل لولده لدى أفراد العائلة والأصدقاء إلا أنه لم يعثر عليه لحد يساعة والد والتلميذ المختفي صرح أن ابنه تعرض إلى تعنيف داخل ثانوية العقيد عمروش بعين كرموس من طرف أحد الأساتذة وحسبه فإن ابنه تغيب منذ ذلك الحين ولم يظهر عنه أي خبر مطالبا بضرورة التحقيق في القضية ديار بن داود تليفون تاعه من حيط راح نهار الخميس 16 نوفمبر عرب آخر من ديك ساعاتي لي منتعه تبلع عطيتني ميرويات لاصحابه عطيت لخواتاته عطيت لخواتاته عطيت لخواته لعموميته ما كاش راني بلغت على الشرطة هنطلب أن من ربي اللي يشافه ولا عنده خبر والله يردنا الخبر والله هو راي يشوفينا والله يسمعنا والله يجي راجع لداره ما بدي ما ردناش حتى وما يقراش ما ونطلب من ربي مده ولا تحاسب من الناس هذو اللي رع العب في مكاش في المدارس يقولوا هذا صوته قداما صحابه وربي خلص مننا هذا وقد حاولنا التقرب إلى مقر ثانوية العقيد عمروش في الوقوف على الحيثيات الحقيقية وراء اختفاء التلميذ عمر ووقفنا على رد نائبه مؤقتا رفقة الأساتذة المعني حيث فند هؤلاء كل ما زعمه والد التلميذ نافين مسؤولية الأستاذ عن اختفاء التلميذ إلى موضوع آخر وسحيا يعاني سكان دائرة شروين التي تعد إحدى المناطق النائية بولاية أدرار بسبب تدني وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمرضى على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ما دفع بسكان التنقل إلى ولايات أبعد لتلقي العلاج المزيد في سيق تقرير اليمين بالعلمي ووردة أقشيش هي الأوضاع التي يواجهها سكان دائرة شروين ولاية أدرار التي تعرف استمرارا في تردي وضعف الخدمات الصحية المقدمة على مستوى العيادة المتعددة الخدمات التي أنجزت منذ سنوات الخلط وهي اليوم تفتقر لأبسط الوسائل والتجهيزات الطبية المسؤولون المحليون بدورهم يعترفون بوجود هذه المشاكل التي تنتظر تحرك وزارة الصحة والسلطات المعنية لإيجاد حلول فعلية بالنسبة للصحة تشكون شغالات كثيرة وكثيرة بزاف ومن ضمن المشاكل أيضا بالنسبة للتأطير في الصحة نتمنى الإسرع في تجهيز العيادة الجديدة ونطلب مشاعر وحدة أخرى في هذا الإطار هذا بالنسبة للصحة من ضمنها العمل على فتح مؤسسة عمومية للصحة الجوارية على مستوى الدائرة شروين سكان دائرة شروين يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل إلى مناطق أبعد عن الولاية في انتظار فتح العيادة الجديدة ولما لا تشييد مستشفى يخلصهم من معاناتهم تزداد مخاوف سكان بلدية وادي الفضة بولاية الشلف مع قدوم أي شتاء بسبب الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي والمتدلية منذ سنوات على مساكنهم مشاكلة بذلك خطر حقيقي على حياتهم المزيد في سياق تقرير راشد مشورب وحميد عودي ما تشاهدونه هي كوابل كهربائية ذات الضغط العالي الغريب أن لا أحد تحرك لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد حياة عشرات العائلات ببلدية وادي الفضة وإلى التشلف تضرب الريح والخيطة تقطعونها على أربع مرات تقطعوا منها وتقطعوا قدامي وطحوا يحطها في الطريق رزموا تحت الخيطة التي تحت في الطريق مشي هو الذي فيه الكهرباء والمفارقة أن عائلات أصبحت تتقاسم غرف شققها مع الأعمدة الكهربائية والألهى من ذلك أن عمليات تشيد السكنات تعطلت بفعل فوضى الكوابل الكهربائية تساؤلات عدة تطرع حول الظاهرة أضاف البناء بطريقة فوضوية عبر عدم احترام المقاييس بالإضافة إلى تنص للجهات المعنية من مسؤوليتها معطيات تنبئ بوقوع كارثة في حال عدم معالجة الأمر لازلت الحاجة خيرا من ولاية سيدي بالعباس تحافظ على حرفة الأجداد من صناعة الزربية ووسائد الصوف وسجدات الصلاة كحرف تقليدية المزيد في سيق تقرير سارة لاليمي وأمينة بن دحمان الحاجة خيرا واحدة من النساء لواتي حافظنا على حرفة الأجداد حيث تجمع في هذا المكان كل ما هو تقليدي من صربية وسادة الصوف وسجدات الصلاة كل هذه الأفرشة مصنوعة يدويا وبطريقة لا يتقنها إلا المتمرس في صناعتها وحياكتها هذه الزربية تعصالات تعصلا نخدمها بالصوف لكحل منمح والصوف لبيض منمح ونسدوها على الخشب الخشب نتعو العادات والتقالين نتعو اللوح نبصنوعة ثانية بالصوف ونسدوها ونرجمها ونصنوعة بليل نحن كل هذه الخدمات خادمينها بدأنا تروي لنا الحاجة خيرا طريقة وكيفية حياكة الزربية إضافة إلى الأهمية الكبيرة التي كان أجدادنا يولونها للحناء وكيفية تخزينها في القربة من أجل المحافظة عليها لزمن طويل هذه اللي ندروها العرايس ندقوها وندروها العروسة وندروها حنا قدنا زمان ندرو الحنوارقية نحن نفديها العروسة في المزود هذا الكبير ندرو فيه السميد وندرو فيه الشيشة وندرو فيه روينة والسقير درو فيه الحناء كما هاك بوجود الحاجة خيرة ومثيلتها تبقى مثل هذه الحرف شهدة على الزمن الجميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة